العالم في دقيقة لأول مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطع غزة مجلس والأمن الدولي يتبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية مشروع والقرار حظي بتأييد 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت وفيما رحبت منظمة التحرير وحركة حماس بالقرار أعربت إسرائيل عن غضبها من موقف الحليف الأمريكي لعدم استعماله حق النقد وأعلنت إلغاء زيارة الوفد الذي كان مقررا أن يتوجه اليوم إلى واشنطن انتصار جديد للديمقراطية السنغالية مرشح والائتلاف الحاكم في الانتخابات الرئاسية يبادر إلى تهنئة المرشح المعارض باسيرو ديومايفاي بفوزه منذ الدور الأول نفس التهنئة صدرت عن الرئيس المنتهية ولايته ماكيسالة وعن جل المترشحين الذين شاركوا في السباق إلى اللقاء